طبعا قبل ما نتكلم عن تحضيرات النادي الاهلي لمباراته المؤجلة من الأسبوع الـ 21 بكرة إن شاء الله وده من مولين العرب وبداية مباراة الأسبوع الـ 28 والمباراتين اللي هيكونوا معنا بكرة يمكن الشغل الشاغل ويمكن أكتر حاجة كانت شغلة السوشيال ميديا من مبارح بالليل يمكن موضوع رباعي النادي الاهلي اللي حضروا الفرح وكلام كتير قوي اتقال في الموضوع ده ده يسر إبراهيم وحسن حسن وأفشا وأيمن أشرف راحوا حضروا فرح في اسكندرية والناس صهروا لحد وقت متأخر وبعض من جماهير النادي الاهلي شافت إن الموضوع ده يعني فيه لا مبالاة من جانب اللعيبة خصوصا إن الموقف بالنسبة للنادي الاهلي مش أحسن حاجة الفترة دي ويمكن الأمطار الأخيرة في المنافسة على بطولة الدوري اللي هو أصلا فقدها السنة اللي فاتت لنادي الاهلي وبيسعى إن هو يعوضها السنة دي كلام كتير قوي اتقال في الموضوع ده وتتقال الأول الفرح في اسكندرية ويمكن قدام خضراتكو دي بعض اللقطات طبعا الناس كلها شافتها ولكن طبعا هو ده اللي على الساحة من المبرح بالليل ويهي ناس كتير قوي بتتكلم فيه الموضوع ده اتقال الأول أن الفرح في اسكندرية وبعد كده طلع الفرح لا مش في اسكندرية ولا حاجة ده كان هنا على كورنيش النيل في القاهرة والناس ما ضربتش المشوار لحد اسكندرية والناس اللي قالت الأول كان فيه صهر وكان فيه ناس قعدت مطبقة وبعد كده اتقال أن اللعبة دي قعدت في الفرح بالزبط ساعة من الساعة تمانية للساعة تسعة ولكن يمكن بعض الناس أفورت فيه الموضوع ده كلام كتير قوي ولكن في الأول وفي الأخير يعني خلينا نقول أن الكلام ده كان صدا مش لطيف جوه النادي الأهلي ويمكن أثار غضب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ويمكن في التوقيت ده بذات ويمكن كان فيه إصرار من ناحية الكابتن محمود الخطيب أنه هو يكلف الكابتن سيد عبد الحفيز بالقعدة مع اللعبة أو التحقيق مع اللعبة ويشوف كواليس الموضوع إيه وكان فيه إصرار من جانب الكابتن محمود الخطيب أنه يوقع غرامات على رباع الفريق اللي حضروا الفرح وده اللي حصل يعني يمكن فيه غرامة مالية بعد ما الكابتن سيد عبد حفيز قعد وسمع من اللعبة طبعا اللعبة قالت له أنه فيه حاجات كتير ما كانتش مصبوطة في الكلام اللي تقال وإحنا ما كناش في اسكندرية إحنا كنا موجودين هنا في القاهرة واللعبة تقبلت الغرامة يمكن النادي الأهلي برضو ما أعلنش على الغرامة الموقع على اللعبة وإن كانت معلوماتنا بتقول أن تم توقيع عقوبة قدرها 50 ألف جنيه على كل لعيب من اللعبة الأربعة اللي حضروا الفرح وهنا يعني طبعا ناس كتير قوي بتتكلم في حتة كل واحد طبعا بيبقاله حياته الشخصية ده أكيد وكل واحد ليه الناس اللي بيحبها وبيحب أنه هو يجاملها ويحب أنه هو يقف معاها في شدتها قبل أفرحها وفي الآخر يعني لازم نقول يا جماعة أن اللعيب ده في الآخر إنسان آه لعيب كورة ونجمه ويروحه وبيجي ولكن اللعيب في الآخر إنسان من حقه أنه هو يجامل ومن حقه أنه هو يفرح ويتبسط وعنده قرايب وعنده أصحاب يعني دي حاجات من الحاجات اللي احنا ما نقدرش نلوم عليها أي بني آدم أو أي لعيب كورة إنه هو يروح يعمل الواجب ولكن الفكرة في الموضوع دوت وطبعا كابتن خطيب له كل الحق في الموضوع دوت إنه هو يبقى عنده إصرار إن اللعيبة يتحق معاها وإن اللعيبة يحصل عليها غرامات لإن أنت بتتكلم في التوقيت مختلف لعيبة الكورة يا جماعة أو الكورة بصفة عامة خصوصا مع الأندية الكبيرة وإحنا دلوقتي بنتكلم على النادي الأهلي أوقات كتير بتبقى الدنيا ماشي حلوة وبتبقى ماشي أحسن حاجة وبالتالي الناس ما بتراجعش والناس ما بيبقاش فيه فوكس جامد يعني ولكن فيه أوقات من في الكورة ما بتبقاش هي الأوقات الأمثل وبتبقى الدنيا مش قلطة في حاجة وأعتقد إن هي دي الفترة اللي بيمر بيها النادي الأهلي دلوقتي وحضور فرح أو بغض النظر الفرح في القاهرة على فكرة أو في اسكندرية أو أو حتى لو في اسكندرية الناس ممكن الرجل قاعد ضرب المشوار معه سواء بيسؤلوا قاعد في التكيف مش مشكلة ولكن في ظل برضو الأجواء اللي موجودة الفترة ده هيت وأجواء انتشار فيروس كورونا والغيابات والنقص الصفوف اللي موجود فيه النادي الأهلي يعني نحن الناس بتقول عليها مستشفى النادي الأهلي الفترة الأخيرة أكتر ما بتقول فريق النادي الأهلي فالدنيا برضو كان كل واحد المفروض أنه برضو يحمي نفسه ويحمي فرقته وفي نفس الوقت مظهرك قدام الجمهور لأنه زي ما بقول أما بتبقى الفترة صعبة الواحد بيفضل المفروض أنه هو يعني الدنيا بالنسبة له تبقى هادية بيشوف إيه اللي ممكن أعمله الفترة دي اللي من خلاله أبقى في كامل تركيزي خصوصاً أنا لو بتكلم أنه ناقص لي 7-8 مباريات مسرة على نهاية الدوري وأن أنا في المركز التالت وأن أنا بنافس وعايز أرجع الدوري اللي فقدته السنة اللي فاتت خصوصاً أن الاتنين اللي بينافسوا معايا فرقتين جمدين جداً وهم سابقني وإزاي أن أنا هشتغل بالموشين المؤجلين بالنسبة لي إزاي أن أنا عايز أكسبهم إزاي أن أنا عايز مضيع شوالة منطق الفترة اللي جاية علشان أشوف في الآخر هيحصل إيه فالجمهور لازم يوصلوا الموضوع ده ولازم يحس الموضوع ده أنا عارف أن أنت ممكن تكون رايح وعشان تجامل وده حقك لأنك إنسان بس بتكلم في التوقيت وبتكلم في الظروف يعني مثلاً على سبيل المثال وفي استوديوهات تحليلية كتير برسيته مثلاً لسه بيحط رجله نشوف راجع من إصابة هيرجع ولا لسه مش هيخش ولا ولا أما كان شريف لسه قبل ما يتصاب وكان حسام بيبقى موجود فشريف بعد مثلاً ما تصاب بقى حسام هو الراجل الوحيد دلوقتي اللي موجود فبقت الناس حتى في الاستوديوهات تقولك ده دلوقتي حسام هو الوحيد اللي موجود إن هو يلعب مثلاً راس عربة في النادي الآن فحسام أما بيروح مثلاً بيخاطر أنا ما بخصش حسام أنا بكلمك يعني كمثال أما حسام مثلاً يروح ولقدر الله لو حصل له حاجة أو لقت حاجة أو 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 حسام كمان بقى بره هتبقى مشكلة كبيرة هتبقى مشكلة كبيرة لو تاو مش موجود وحسام مش موجود ومحمد شريف مش موجود والإصابات كتير والجمهور دائماً وأبداً داعم يعني الجمهور دائماً وأبداً داعم بس الجمهور لازم يبقى وصل له حتة الالتزام ما ينفعش إن انت توصل للجمهور مثلاً إن انت إيه لا انت مش في دماغك أو 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 لإنك عمرك ما هتروح فرح ومش هتلاقي صور نزلت أو فيديوهات أو 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 بالعكس دا أنت كل اللي حواليك في الفرح مبسوطين إن انت موجود معاهم وبتصور معاهم وكل واحد حيقوم بنزل أي فيديو معاك أي صورة معاك في وقتها على طول في ساعتها فعمرك ما هتروح تعمل مع إنك الترايح وبتجامل وحبيبك وكل حاجة وحقك لإنك إنسان فطبعاً الموضوع إنه هو يبقى كبير جوه النادي الأهلي والناس في النادي الأهلي تزعل وتتدايق طبعاً هقوم إنهم يزعلوا وتتدايق